ما هي السمات؟ ما هي صفات النظام الإقليمي ومراحله بناءً على شكل نظام الدولي يعني احنا بتكلم على الضغوط الدولية على الدور الإقليمي المصري مرد خمس سمات الدور الفاعل من 1952 إلى 1973 الدور الواقعي ده في ظل النظام السنائي 84-80 الدور الغائد الغائد 81-91 لكن في ظل النظام الأحادي اللي هو البلاد المتحدة كانت مقائمة عن نظام الدولي من 1991 إلى 2008 أنا بسميه الدور التابع للولايات المتعال الأمريكية ثم أخيراً الدور الواعد من ألفين وتمانية أولاً بساعة ألفين وتمانية أولاً حتى يومي هذه إذن عن خمس أقوار الدور الفاعل لغاية 73 الدور الواقعي آآ من آآ 94-80 الدور الغائد من 81-81 ثم الدور الواعد آآ بعد 2011 طبعاً الدور الفاعل ما عروف فيها دور وخمسين تاتة وسبعين مفيش داعي لتفاصيله لكن المهم فيه أن مصر استطاع أن تقيم نظاماً إقليمياً عربية ده المهم أنه عند الجامعة الدول العربية عندها اتفاقية الدفاع مشترك وتعالي اقتصادي عدفة رسول مئة اتنين وخمسين عندنا مؤسسة قمة عربية بترجع تهديد في اسرائيل بتحويل مغرداني الأردن وعقد المؤتمر الأول والتاني القمة العربية أربعة وستين آآ فيه إسكندريا المؤتمرين وأنه آآ مصر استطعت تعبئة النظام العربي ضد اسرائيل كمصدر رئيس للتهديد وتعبئة النظام العربي أيضاً ضد إيران وتركيا كمصادر سنوية للتهديد وأنا هل حيب أؤكد على وجود مظري يعني ربما يكون آآ ضعيفة لكن وجود مظري عندنا هناك تحالف شلاسي منذ فترة طاولة بين إسرائيل وإيران وتركيا للحجب من الدور الإقليمي آآ المصداء الجزء ده الدور الأول هذا الدور بني على أساسه رؤية استراتيجية للدور في المصري على أساس القياسة القدرات المصرية وعلى أساس أيضاً أنه الحقيقة الإجماع العربي حول هذا الدور الدور الواقعي طبعاً ده الدور آآ الليس كما في إيطاره ضباء المعادة مع إسرائيل مترتب عليه عدم يعني عدم الإلكتراس في التضمن العربي أو الدور العربي الدور الغاية برضو معروف في الفترة من ألف وتشعمية واحدة 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 تسعين دور الغاية يعني لم تكن لك قدرة أصلاً ولا رغبة في القيام بدون إقليمي الحيئة يعني أنا أصل قررت العجلة الزاتية أنا طفرق نفسها عجلة آآ ذاتية وتدنى تدنى تدنى لغة الخطاب السياسي القاومي والإقليم آآ وطبعاً هناك الحياز كان واضحاً جداً للولايات المتحدة آآ الأمريكية والحقيقة مصر اختيارها تركت الدور لدول أخرى سواء دول جوار أو دول عربية أخرى آآ تنافس الدور التقليدية مصر الدور التابع ألف وتسونية وتسعين ألفين وحداشر في هذه المرحلة آآ في تسروري يعني حدث تغيط إقليمي مهم جداً أن إيران صارت دارة مهمة بالنسبة لولايات المتحدة الأمريكية وإسرائيل ولعبت إيراء الملادي المتحدة والإسرائيل على تنمية الدور الإيراني طبعاً منسوعاً ساعدة الولايات المتحدة في التقليد الأمريكية وثلاثة يعني لم يكن طبعاً أضيف إلى هذا التحدي الجديد ترتفعية وزان التي تعطي إيران الحقيقة في حرية حرب أكبر بكثير جداً من آآ يعني نسبة يعني آآ يضاف إلى هذا بتابعة الحال الدور التركي الممارد في الدور المصر آآ مرحلة اللي هي الفرص المتاحة أمان للآن وكما تحدث سيد الوزيد الخارجية أنه الدور الواعي وفي التفاقيات مع الخارجة في التفاقيات مع دول عديدة في درجة أعلى من الدرجات التحول في السياسة الخارجية إلى إلى روسيا إلى الصين إلى اليابان إلى التحارل الأوروبي الأخير لكن كل ده دل وعد اللي أنا بمتصور يعني المهم آآ وهو بيدرك أرتيمة أنشاء استراتيجية للدورة المصرية والقدرافة آخره هي تطلب مجموعة من المتغلات المهمة أولاً التحول الديمقراطي والبناء المؤسسي للدولة المصرية فالتحول من من التحول إلى بناء المؤسسات السياسية والديمقراطية برضو الزنة السياسة الخارجية أكثر فاعلية الآن سياسة الخارجية أكثر توازونة بين الفاعلين الرئيسين في النظام الدولي التقدم الموادرات الإقليمية مهماً واحد القضايا الرئيسية التقدم الموادرات إقليمية سكان المشاركة في آآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآ أجزب أن الخطط الإيرانية موجهة ضد الدور الإقليم المصري أن الخطط التركية موجهة ضد الدور الإقليم المصري وهذا وأن هناك تحالف إما معلومة مبتن بينها زيني وبينها إسرائيل آخر نقطة آخر نقطة أن النصرة إلى القدرات المصرية بشكل شروري لا يموش تغزيعة النصرة إلى القدرات المصرية الأصوار الشديدة